أعزائي المشاهدين في قناة الحياة أرحب بكم مجدداً في حلقة جديدة من برنامج المجلة اليهودية كثيراً ما نسمى ونقرأ مصطلحات الأساطير اليهودية أو الحكايات اليهودية وهذا الموضوع أصبح في السنوات الأخيرة يستخدم كثيراً لا سيمة في مناقشة المواضيع الإسلامية والقرآن حلقة اليوم سوف نتعرف على موضوع القصص أو الأساطير اليهودية أو الحكايات اليهودية وهي التي تسمى بالعبرية الأجادة وتعني الأجادة قصة أو حكاية شعبية وجمها جمع كلمة أجادة تجمع على أجادة أجادة قصة شعبية أو حكاية أجادة قصة شعبية حكايات عندما نقول القصة الشعبية اليهودية أو الأجادة ماذا نجد في الأجادة؟ في الأجادة نجد أشكال مختلفة من التفسير لنصوص قصصية في التناخ إذ يحتوي التناخ على قصص عن شخصيات مختلفة فيأتي أدب الأجادة يفصل في هذه القصص الكتابية ويتحدث أيضاً عن أساطير وقصص أحبار أثقياء وحكايات شعبية ومثال أخلاقية وبعد القرن الرابع قبل الميلاد بعد الفتح الإسكندر الكبير لفلسطين بدأت الأجادة تظهر في تلك الفترة لماذا بدأت تظهر في تلك الفترة؟ لأنه كان الناس في حاجة إلى تقديم تفاسير وقراءات جديدة للوقع الصعب وجودهم تحت احتلال أجنبي فأتت الأجادة يقدم ما يسمى تعزيات وقراءات وتفسيرات تشجع الناس على الالتصاق بالإيمان من خلال هذه التفسير المختلفة للنصوص في الكتاب المقدس أو لقصص أحبار أو أساطير وهذا الأدب بدأ إنتاجه بدأ من القرن الرابع قبل الميلاد وبقي مستمرا في الإنتاج الأدبي حتى دخول المسلمين بمعنى حتى سنة 600 ميلاد أي تقريبا نحن لدينا أدب عمره عمر تشكله قصص عبر الأجيال تنمو وتنمو أكثر استمرت ما يقارب إلى ألف سنة تقريبا حتى لدينا هذا الأدب الكبير الذي يسمى القصص الحبرية أو الأجادة للأجادة سلاسة أنماط أو لسلاسة أشكال لو نحن نقول الأجادة هذه كلمة عامة تحتوي على ألوان أدبية مختلفة ما هي الألوان الأدبية المختلفة؟ هي ثلاثة أولا الأجادة المتعلقة بالقصص الكتابية وهي بمعنى نحن لدينا قصة موجودة في الكتاب المقدس عن شخصيات إبراهيم إسحاق أو أيوب أو أي شخصي أخرى تأتي هذه القصص تفصل وتشرح أكثر وتقدم حكايات عنه وهذه النوعية موجودة في الأدب التلمودي بمعنى نجدها في المدراش وفي التلمودي يوجد لدينا أجادة تاريخية بمعنى تروي قصص أخبار شخصيات وأحداث مختلفة ننفترض قصة الإسكندر الأكبر يمكن أن نجد قصص في الأدب اليهودي أجادة تتحدث عن شخصية الإسكندر الأكبر وليس بضرورة تحكي قصة حقيقية ولكن تقدم روايتها أو قراءتها أو تفاصيل يوجد أيضا ما يسمى الأجادة الأخلاقية أو الوعظية هي قصة ليس هدفها منه المعرفة العلمية أو التاريخية ولكن هدفها منه التغيير الأخلاقي طبعا بعض ممكن يسأل أني نحن هل نجد هذا التفصيل دقيق جدا بمعنى يمكن أن نقول هذه القصة هي أجادة كتابية أو تفسير كتابي وهذه القصة أجادة تاريخية أو هذه القصة أجادة وعظية لا يمكن أن نجد قصة أو أجادة قصة يهودية تحتوي على نوعين أو سلاسة قد تكون تهدف إلى التفسير وبنفس الوقت تهدف إلى الوعظ وبنفس الوقت تهدف إلى تقديم أسطورة أو حكاية وبالنتيجة يوجد خط عام أن نحن لدينا أجادة كتابية هذا خط العامل لكن في دخلها تفاصيل مختلفة سؤال متى وكيف ظهرت الأجادة فعليا بدأت الأجادة بالطريقة الشفاوية عندما كان الأحبار في خطب والوعظ أثناء التجمعات والمجامع اليهودية وفي أيام السبت والأعياد عندما كانوا يقدمون مواعظ وهذه المواعظ مستمدة من التناخ فكانوا يحتاجوا هؤلاء الناس الذين ينشرون المعرفة الأحبار إلى قصص من التناخ ولكن أعطوها تطبيق عملي بمعنى نحن لدينا قصة نفترض عن آدم الشخص عندما يستمع هذه القصة ماذا يمكن أن يستفيد ماذا يمكن أن يتعلم فاستنبط هؤلاء الناس تفسيرات لهذه القصص من أجل أن تعطي تطبيقات للحياة اليومية للشخص اليهودي في تلك الفترة وكل ما كانت فيه عند أزمات كبيرة وتأثيرات ثقافية كانت طبعا نحن ممكن نجد أشكال مختلفة وتفسيرات مختلفة وبعدين طبعا بعد انهيار الهيكل لم يعد نحن لدينا مؤسسة تحمي اليهود فصار فيه ارتكاز أكثر وأكثر على موضوع الاهتمام بالأجداء بمعنى القصص اليهودية إذن وظيفة الأجداء لو نحن نسألنا ما هي وظيفة الأجداء هي معالجة مواضيع معاصرة من خلال الاستفادة من النصوص الكتابية الصعوبات في الحياة التي يعيشها الإنسان تقدم عليها قراءات مستمدة من النصوص الكتابية أحيانا ممكن أن تأتي بنص وتعيد قراءته من جديد حتى تحاول أن تساعد الشخص اليهودي على الاستمرار والتحمل على سبيل المثال لدينا نص في المزمور 118.5 يقول أعطى خائفه طعاما هذا النص كلمة طعاما في العبرية تغيف إجا الحبر يشوء بن ليفي وقال لا أعطى الذين يخافونه منفى تغوف أعد قراءة الحركة أو ما يسمى باللغة العربية الحركة أو الأحرف الصوتي للآية من تغيف إلى تغوف بقال إذن أن الله قد أعطى الذين يخافونه منفى قال إذن نحن نؤمن به الله أعطانا هذا المنفى حتى يختبرنا حتى يعطينا التحمل إذن هذه القصص الكتابية أو القصص الحبرية هي قصص موجهة للعامة من أجل أن تنقل لهم رسالة معينة خلاصية من وجهة نظر الفكرة اليهودية طبعا لماذا يستخدم الأحبار هذه التفاسير بالاستناد إلى الكتاب المقدس يوجد اعتقاد يقول بأن الكتاب المقدس معاني لا تنتهيب وأن بالوسط استخراج معاني مختلفة من النصوص الكتابية فأحد القصص اللي ممكن نحن الشهيرة أنه في السفر الخروج يتحدث عن قابلتين ساعدته عن أنقاذ الشعب من قرار فرعون بالقاضي بأن يتم قتل كل مولود زكر من بين الشعب اليهودي قالت المدراش قال بأن القابلتين هما يوكابيد ومريم أي أم موسى وأخت موسى إذن المدراش قدم من وجهة نظر تفسيرا أو إضاءة إضافية وقال بأن الشفرة وفوعة التي ذكرها سفر الخروج هما في الحقيقة ليست إلا أم موسى وأخت موسى وبهذا فأن الله قد كرمهما وعطوهما بركات خاصة في الحياة هذه هي التفصيلات اللي نحن لدينا طبعا موضوع الأجادة موضوع الشيخ ونحن سنرجع لقصص كثيرة أجادية في الحلقات القادمة أكيد سنقف عن القصص ونعرض أشياء وقراءات وهي ستكون شيخ وممكن كمان هذا تشاهد فينا أكثر في تسليل الأضواء على الإسلام حلقة اليوم التات وإلى اللقاء في موضوع جديد وحلقة جديدة بنعمة الله إلى اللقاء